وفي أزمة المياه وصل وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني إلى محافظة ميسانة في إطار جولته لمعالجة ملوحة وتدفق المياه العذبة إلى البصرة وأعلن الحمداني تأمين الحصص المائية لجميع المحافظات وأجرى جولة ميدانية في نظم قلعة صالح لغاظ الإطلاع على تنظيم الإطلاقات المائية مؤخرا وأيضا في النظم باتجاه محافظة البصرة لتأمين حصة مائية كافية لمعالجة اللسان الملحي فيها الإطلاقات تسير بإنسيابية عالية إلى محافظة البصرة نطمن أهلنا في محافظة البصرة أن الوزارة حريصة على أن نمنع أو ما حصل في عام 2018 وفن يتكرر إن شاء الله الإطلاقات مؤمنة، الإطلاقات في زيادة أيضا لمحافظة البصرة لدفع الضرر لسان الملحي وإن شاء الله الأمور بدأت تتحسن وبدأ المواطن البصري يلتمس، يتلمس هذا التحسن يوم أمس كنا في محافظة ذيقار من قناة البدعة أيضا كانت هناك زيادة بالإطلاقات لأغراض مياه الشرب إلى محطة الارزيرو قبلها كنا في البصرة لدراسة كل الخيارات والتي ممكن أن نعمل عليها بالتنسيق مع الأخ محافظة البصرة زارة الموارد المائية تعد الخطط التشغيلية لإنهاري ديجا والفرات تأخذ بنظر إعتبار الخزين المائي المتوفر في السدود والخزانات إضافة إلى سيناريوهات الإيرادات المائية في كل عام من تاريخ 1-6 نحدد الخطة الصيفية ونحدد الخطة الشتوية اللاحقة لهذا فإن الخطة الصيفية لهذا الموسم إن شاء الله سوف تتم بنجاح أضافة إلى الخطة الشتوية للعام القادم مسؤولية مشتركة وعموماً هو البلد بشكل عام يعيش ظروف استثنائية وخصوصاً أنه في المحافظات الجنوبية سواء كان ما يتعلق بموضوع الموارد المائية أو غيرها لكن الموارد المائية يجب أن نتعامل مع الموضوع بشكل أو بحس وطني أكيد أنه مثل ما لاحظ معالي الوزير أنه الإطلاقات مؤمنة باتجاه محافظة البصرة باعتبار أنه هذا اليوم هي الإطلاقات تزيد على 110-112 متر المكعب الثانية